انا بعد الحرب رحت طبعا الى جهاز اسمه جهاز الاتصال منظومات دولية انا اشتركت في الحرب تعورت اربع مرات اثناء العمليات اثناء الحرب اثناء العمليات انا تعورت في اليمن وتريقتي اثنائي في اليمن تعورت في معركة راس العش تعورت في معركة لسان التمساح الاولى تعورت في معركة لسان التمساح التانية فدي اربع اصابات انا هذه الإصابات أنا بقول إن دول أربع أو سمة بالإضافة إلى التكريمات إلى خطها من رؤساء السابقين استطاع جزء بسيط من دمي إنه هو يعيد سينة تاني مع زملائي من المقاتلين والشهداء إلى حضن مصر مرة تانية وبدأنا بقى في عملية استلام الأرض بدأت أنا اشتركت بقى في النصر ودي حاجة عظيمة بالنسبة لي ثم اشتركت بعد كده في استلام الأرض استلامت منطقة جنوب سينة في 25 إبريل 82 بدأنا نستلم السلام من الأرض على مراحل المرحلة ألف كان فيها حسب الاتفاقية 230 دبابة زائد 22000 جندي المرحلة اللي بعدها المرحلة بحسب الاتفاقية فيها 4000 جندي حرص حدود المرحلة جيمة اللي هي على الحدود اللي هي بيننا وبين إسرائيل دي فيها 750 جندي ابن مركزي دي كانت أضعف مرحلة اللي حصل منها الشرطة يعتبر الشرطة المدنية بس خط الفدود ثم عند إسرائيل المرحلة دال بالظبط أربع كنتهاي مشاء من غير مضرعات ومن غير مدفعية استلامنا الأرض الرئيس محمد أنور السادات رفع العلم على العريش الرئيس مبارك رفع العلم على رفع يوم 25 إبريل سنة 82 وهذا اليوم بنعتبره يوم تحرير سيناء بنحتفظ بيه كل سنة ثم بعد كده وإحنا بنستلم بقى الحدود كان فيه 14 نقطة 13 نقطة مختلف عليها تسوت النقطة كلها اللي مختلف عليها نقطة عندنا شوية عندهم شوية تسوت إلا نقطة واحدة حصل فيها مشكلة كانوا يرموها تحت خالص طبعا فطبعا راحت القوات المسلحة جابت النقطة دي وطلعتها ودتها للتحكيم الدولي حكم لنا فيها سنة 88 واستعملناها يوم 19 إبريل سنة 89 رفع الرئيس مبارك عليها العالم بكده خدنا أرضنا كلها كاملة غير منقوصة بالحرب ثم المفاوضات ثم التحكيم بمناسبة مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر المجيد